وناخد أول سؤال من أسئلتكم المباركة السؤال بيقول إيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهيزا صلي الفجر يا رب هايزا صلي الفجر بس مش بصحة بدري ساعة الفجر وساعات بكسل أنزل أصليه وكنت بصليه زماني بص يا سيدي صلاة الفجر من الصلوات المباركات لأنها من الصلوات المشهودة يعني إيه المشهودة لما كل الصلوات مشهودة أن الصلوات صلواتهم بين العبد وربي زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن صلوات الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة فبالذات قرآن الفجر اللي بيوصلي في صلوات الفجر ليه عشان صلوات الفجر دي صلوات فتح البركة بييجي بقى معاها كل البركة فنعمل ايه عشان نقدر نصلي صلوات الفجر أول حاجة أنا دايماً بقول لأحبابي كده صلوات الفجر هي صلوات صلوات للاتزان صلوات ايه؟ للاتزان ليه للاتزان؟ لأنه بتدخل الإنسان في معنى أنه استطاع أن يدير وقته استطاع أن يدير عمله استطاع أن يدير عباته واستطاع أن يدير علاقاته وعشان كده أول حاجة خد كل الأسباب اللي بيها إيه اللي حاصل؟ تصلي الفجر فالمسألة بسيطة أول حاجة يتعود من دلوقتي أن تخلق أن أنت تقدم الأكل بتاعك وتنام قبل منتصف الليل فلما تنام قبل منتصف الليل هتقدر وتزبط المنبه هتقدر تسح على صلاة الفجر تاني حاجة وببساطة خالص حاول بقدر الإمكان أن أنت تنام في وسط النهار لأن ده بيساعدك أن أنت لما تيجي تنام في منتصف الليل تقدر تنام بشكل هادئ تالت حاجة حاول بقدر الإمكان يبقى عندك عادة مرتبطة لما تصحف صلاة الفجر أن يبقى عندك دعاء أو عندك تبتل أو عندك شيء يخليك في قلبك عندك منبه داخلي يوقزك تقرأ بحاجة يزبط المنبه يا سيدي واستخدم من الأدوات ما تعينك على صلاة الفجر لو عملت الحاجات دي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وترجع تاني تستيقظ لصلاة الفجر وندعي البعض إن شاء الله كلنا وإحنا بنصلي الفجر أدعي لك وتدعي لي إن شاء الله سبحانه وتعالى يا ربنا يكرمنا دايما أن الفجر هو فجر البركة وفجر النور وفجر التوفيق إن شاء الله ربنا يكتب لك التوفيق والسداد ويكتب لنا معك إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر